بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء التاسع من الفصل التالت لمكرر نظم بالمعالج أدقيك في الجزء ده جماعة هنكمل كلامنا عن البيت منيوبوليشن وناخد إن شاء الله مع بعض مثال لكيفية التحويل الاسكي كود لديسيمال نمبر طيب إحنا عارفنا جماعة إن الديجيتس من صفر حتى تسعة لهم ما يسمى بالاسكي كود والاسكي كود ده جماعة إحنا بنتكلم عنه هو تمثيل لهذه الديجيتس بالبايناري نمبرز اللي يقدر يفهمها الحاسب للي طيب بنقول بقى إن الاسكي كود ده جماعة إيه علاقته بالديسيمال ديجيت بيقولك الاسكي كود أكبر من الديسيمال ديجيت بمقدار 30 he��면 يا دول تاني الاسكي كود أكبر من الديسيمال ديجيت بمقدار 30 he��면 طيب لو أنا عند الاسكي كود هل ممكن نحصو على الديسيمال نمبر؟ طبعا لنقدر نقول بقى ان نحن نقدر نحصل على الديسيمال ديجيت دوت يا جماعة عن طريق ايه عن طريق ان احنا نطرح الـ 30 hex decimals دول من اين؟ من الـ asc digit طبعا تعال ناخد مثال مع بعض في جدول لنفرض ان احنا لدينا الديسيمال ديجيت 0 وعندنا الـ asc digit 0 زي ما انت شايف كده طبعا تفرق هنا الـ 2 cotation اللي قدام جدول مش كده طبعا الـ asc code للديسيمال ديجيت كديسيمال عشان أعبر عنها كديسيمال عبارة عن كام؟ 0000 برضو هنا أربعة صفار 0000 طيب الاسكي كود هيكون 001 واربعة صفار إذن الفرق ما بين الرقم اللي قدامك ده والرقم الثاني ده هو 30 hexadec طيب لو أنا عندي الاسكي كود هل ممكن الحصول على الديسيمال ده ايه ها ديجيت اه ممكن بالطرحي كام يا جماعة نعمل سابتراكت بكام اه نقول كده سابتراكت 30 hexadec فروم منين بقى جماعة فروم من الاسكي في الحالة دي بسهولة جدا أحصل على الديسيمال ديجيت طيب أنا عايزك أسألك أسأل معك سؤال طب إيه الأدايا اللي في ايدك دلوقتي او ايه الجيتس اللي في ايدك اللي ممكن تعمل حاجة زيه كده احنا خدنا أمثلة كتيرة خدنا الاور والاند والاكسور اه طب ايه هوا البوابة او الجيت اللي انت ممكن تستخدمها طبعا ما كان البروسوسر على أساس انك انت تحول الاسكي لإيه ها كود لديسيمال ديجيت الاسكي يو عبر عن ديسيمال ديجيت ها تفتكر ايه هي ها صاح بروفو عليك الاند مش كده اه ليه انت بتقول دلوقتي لو احنا عملنا اندنج مع مين مع الرقمين اللي قدامك دول واحدين بصفار هتطلع له على طول مين ها ايه الاسكي كود الخاص بالديسيمال ديجيت مش كده يا جماعة احنا كده عايزين نفهم يا جماعة كيفية انك انت تتحكم فين في الاكوال اللي قدامك تتحكم في الباينر اللي قدامك بجلس محددة علشان تحصل على باينر جديد طب وده كان مثال لكيفية تحويل الاسكي الاسكي كود لخاص بالاسكي ديجيت الاسكي كود خاص بمين بالديسيمال ديجيت باستخدام البوابات الجيتس واحنا اتفقنا ان احنا استخدم الاند جيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته